كشفت لجنة مكافحة المخدرات النيابية عن أبرز فقرات تعديل قانون المخدرات الذي ينتظر التصويت مشيراً إلى رفع عقوبة تجارة المخدرات وزراعتها إلى الأعدام بدلاً من المؤبد أقل رئيس لجنة عدنان الجحيشي في كلمة ألقاها خلال المؤتمر السنوي الأول الخاص بالمشروع الوطني للإرشاد الوقائي من خطر المخدرات إن تعديلات على قانون المخدرات تضمنت رفع سقف العقوبة بحق التجار الدوليين والزراع إلى الأعدام حصراً وحكم التاجر المحلي يكون المؤبد فضلاً عن اعتبار المتعاضي ضحية ولا يسجل عليه أي قيد جنائي عند إلقاء القبض عليه في المرة الأولى وتضمنت التعديلات أيضاً إطلاق استراتيجية شاملة ومتابعة ومراقبة ذا الأجهزة الأمنية لمكافحة المخدرات والاطلاع على أحدث البرامج لمكافحة هذه الظاهرة بحضور مؤسسات الداخلية والصحة والعدل وعقد لقاء مع رئيس الوزراء كل شهرين لتوضيح آخر مستجدات المخدرات ترجمة نانسي قنقر